انا اسمتي سعاد القيصة سوف نضربها بلسان الكثير من العيالات الكثير من العيالات في ضربهم ولا يضربوا الكرفي بسبب واحد الكلمة ولا بسبب واحد الفعل ارتاكبوه بلا ما يعبروه بلا ما يتمعنوه فراصوه مشنو كيديرو انا هي القتل اللي هرب منظر العرس انا هي اللي خربت طاري بيدية بلساني وبفعالي ايو هدا فيكم غتقولي يالله هتكدل هاتشي اللي غتكتب لي في الكومنتر انا متأكدة من هاتشي هادا وسعاد هي اسمتي وفي اخر القيصة بتندوز رسالة لدك السيد اللي كان معاه انا ما كنزكي في حد انا ابغيت نوعيش ايالات اللي دابا يكونوا مزوجات وغالبا غيكون واقع لهم بحالي لم شتت دارتلك هاد الفكرة في راسك وطبقتيها وتبنيتيها عارفي راسك بالله راك خربتي دارك بيدتيك ما عمرني كنت كان توقع اولا ومرة واحدة في حياتي اناني غايجي علييا وقت غانو الليلة ما شربتش فيه الدواء ما غانقدرش من الناس هاد ولد الناس اللي اعطاني سيدير بي تلقيته غير صدفة اول حاجة ما قليا 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 فينك تسكنيها بنت الناس وولد زوين ضريف مقدب ما كي حيدش راسو من الصلاة وعندو صلاتو هي اهم حاجة عندو في حياتو منتقي الله ودخل سوق راسو الميزات اللي غا تبغيهم اي مرأة في الراجل دياله واحد الانسان اللي كارب وصعيب باش انك تعصبوه غير هو لمشا تعصبتيه تحمل مسؤولية دياله هاد السيد هادا جانيشة لدارنا هادر مع اباو هادر مع الوالدة وجاب دارهم واختبني كيف ما كيخطبو الناس على احقو طريقو كل حاجة بالاصول ديالها دائما لاحت فاد السيد هادا انهو كيحتار مني وكيكبر بيه مستحيل شي واحد يتعامل معي بنقص وهو كين انا كنت في العائلة ديالي كانو كيقلو علي الحترام تزاف وكالانسان كيتتحبني دائما انا اخدم عندهم تمن خواتاتي تمن خالاتي من اللي كان مشي عندهم انا اللي يخصني مشي نشقى من النهار دخلت السيد في حياتي بحل رجع لي المكانة ديالي ورجع لي القيمة ديالي مع عائلتي مع الناس الخرين كان واحد الانسان صارم ولقال الهضرام ما قطحش في الارض هادش هادش اشتوم على العائلة دياله مع اخوته مع اعمامه هادش كله اشتوب عينيه عاد ما زاد كبر في عينيه هاد السيد حتى مليك يجي معي لدارنا ولا عند العائلة ديالي كانك يتعامل معهم بوح طريقة اللي يلقوا فيها صعوبة انهم يطيحوا مني وبشوية بشوية هاد السيد هذا خلاني نسترجع المكانة الحقيقية ديالي ولكن معي في الدار تحلف عليه وجدك الانسان اللي صارم ما كيخليني نقصني تيشي حاجة تم صداقي اعطى فيه صداق محترم طل فيه اه يعني يعني ما نكدبش عليكم مهمني كنت كانت توقع اللي غدا نتحفشي راجل بحال هادا العام الول كله داز بيخير العام الثاني العام الثالث هو ما كانش بغي يولد كان بقي ما مستقرش مزيان في الخدمة ديالو وما زال ما عارفش رسوش غي يكمل فيها ولا لا ولكن شاءت الاقدار انه غادي ترسم في الخدمة وكانت خدمة مهمة بالنسبة لي غايتخلص فيها مزيان هاد السيد هذا كان دائما انا كنت متماطي لفصلة مره نصلي مره نقطع مره كان دائما كيش ادني من يدي ويقول يالله مشو نصليه يالله دخلينتي بلاسة النساء انا ندخل هنا ويقول يالله كونغاس وفي الدار كان نوضني لفجر سوف إلا كانت عندي شي نهار كان عندي شقة بزاف وشقيت بزاف وانتسلم على طلمتي فيها قنيش ولكن دائما كان كيوصيني انه نصلي لفجر ما يمشي القهاوي ما يخرج ما يدرج اناي الصنطرة ديال حياته يسال الخدميش يوصل الخدمة علمي يخرج من الخدمة كي يدير عشرة دقائق ما بين انا عنده موبيل عشرة دقائق من الخدمة طولة الدار كي يجي للدار يدوج يقاد الأمور دياله يبقى جالس معي كي تجي مثلا بعض المرات يجي لعشاء غالبا تكون لعشاء اللي كيوصل عليه في الدار كي يمشي للجامعة يصليه كي يجي كي يجي انا يكون شيء يدر معي انا يتشاور معي انا اي حاجة عنده علاقة بحياته هي انا دبنا هاد السيد هادا ما صرف ما عمره صرف في يلعيب كان هاد فيها صرف يولفته انا كي في جدير ما كان غلط وشي حاجة صرف غيك يدور فيها ما تنقوش هادا رب غاي يحقرني لا رب اغيت لا خلاني نفهم باللي هادك هي الطريقة دياله بالتعبير على واحد القرار ولا لش حاجة غلط طرفاش إنسان فحقه هكا كي عبر يعني ما بقيتش كنشوفها واحد الاعتداء الفضي والاعتداء جسادية ولا شي عاشة يعني خلاني نفهم الاصول ديالتعامل مع الناس من نهار بدا تتجين دي واحد السيدة كتقل تتريه مايا كتعمر عيش شوية حيث انا كنت كنخدم الطرز اللي يديول وهت السيدة كنت كتتجين دي وكتكون مصيها شكلية لاشي هاجة بغت طرزها ولبغت تخدمها وكانت كتتجين دي تتقل اسمعي هو كان كيعرفها وكانت كتتجين ديالتعامل كانت كتجين ديالتعامل كانت كتجين ديالتعامل معمره لحتيه هاجة ولا معمره دلالية ملاحظة خصوصا انا بعد المرة تنصفت للميسان تقولي رجالة عندي السيدة مكيجيش تكتمشي هي في حالتها عاد تجين ديالتعامل تقولي انا مانتخلطش بالحريب لما انا ماكنا عارفوش كانت هذه النقطة كتعجبني فيه بزاف مرة على مرة مرة حتيت دبارها تلقى تلقى واحد الصعوبة كنت تكرر الغباء اللي كنت فيه وانا قلسة كان سمعه طالقه ودنية وكان سمع هاد الحضرات ديالتعامل وكانت تقدر معي وجرت عندي واحد نار وكانت ماشي على برجها كانت مقلقة وكتبكي قلت لها يا كلا باس قلت لي يا رغير رجلتي تكرفست عليها بزاف وقلت له انا انت منقى بغا غالبا قلت لي يا رغانا النقاط بدايرها حيث انا بغا وانا نديرو اميكو نكون خارجة في الزنقاط ماذا بيش برانا بقى يشوفني حيث بعض المرات يزرق لي عيني وشي حاجة وما تنحشم وما ترداش نخرج بها كاك وقلت له شنو اللي قلسك معانتي اشكو اللي بخلسير ياخد حقك منه قلت لي يا رغاندي لحلين الله رحيم المشاة تلقني غانبقى في الزنقاط وواحد الانسان سلطعوي وتغوت بزاف وما تبغينيش ما تعبر لي اياه مثلا انا دايرا بحاشي اوبجي دايرا بحاشي صندوق محدود في الضار انا يا قلت لي يا هانتي انا راجلي وبديت تنشكر الاف راجلي وتنعود ليها وكذا ورخص الرجال بعدها حاولي تعرفي لي يكون عندو شي مشكيل حاولي تغدري ما قلت لي يا مامل غدا ناظر رأي واحد الانسان اللي عصبي بزاف وتيقول ولي عارف كل شي وانا شغاد نعلمه وانا غير داير فيها خير كي غاندي نتواصل معه ما مخليش لياه مجال في نتواصل معه بدت تنعطيها امثلة بالزواج دياري انا تنقول مثلا انا راجلي ها كيفاش كنهدر معها ها كيفاش كنتواصلانه وياه وتنعود لها تنقول السيدتي سالي الخدمة تيجي للدار يعني انا الحمدلله فرحانة بزاف وهذا خطأ بزاف تيديروها العيالات كيخرجوا الراحة اللي عندهم في بيتهم تتقاسموها مع ناس مع عيالات اخرين انتي كتتقاسمها بنية حسنة انك هذي السيدات قدري تنفعها بش حاجة زوينة تديرها تديرها تهي وديرها بس ولكن ما تنسوش باللي الحقد والحسد ولكن الصراحة إلا درنا تعيين رأنا مولت المشكين مش هذي السيدة سارت الأيام وقد كتجي عندي هذي السيدة ودائما تتسولني حقا في صفحة زوجات ونرى لك العادة كما يرى لك ومشارك الله والله يخليه لك والله يفعل لك والدنار تعمقنا شي شوية تتسولني قلت لي ما هذا من يكون وما عارفهم النار يتقلب لي التليفون قلت لي وكرا تليفوني ليس محدود بالطبع و المحطوط و تقوم و عود لي قهوة القيصة على صاحبته في صحبته تقني بصاحب مكتوب و يجب أن يتعامل معه ذلك ويوصل و ضيج يعيشه و أحد بفضل ثلاثة و يجب أن يعمل معتوسة الزوجية و يشاهده على رجال ايييييييي يوما هو العمل ليتعامل محاول يا عيونك أكيد هناك شيئا أقول لله يا رجلي أنا أعرفه ذلك ربي رجلي أنا أعرفه لا يستطيع فعل شيئا أولا يسأل الخدمة و يأتي السماعي قلت لي ماذا قلت لك أنت يا قابل و أعرف الوقت ذلك الخدمة لا يستطيع فعل شيئا أخرى قلت لله يا صاحبتي ذلك الله أنا في ذلك اللحظة كان عليها أن أعزق لك و أخرج لي من هنا أنا لا، قلت أنت تصل عليها و أريد أن أعرفه ذلك الله رجلي قلت ينوضي أريد أن أعرفه ذلك والله ما تقول لي الرجال في هذا الوقت يتعامل معك التعامل هذا وهي لي لا 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 مهم أختي هذا ناصح على وجهي الله غير رضي البال رضي البال صاف أنا أكملت مع هذا شيئا أكمل معها و أمشيت في حالة الضارة و ألقيت أنا غالسة في ذلك الوقت الذي سأأتي فيها رجلي ألقيت غالسة و أنا فكرت أقول ليك ما هذا السيدة هذا صح ولكن هذا السيدة دائما تتعامل ما يزونا و ما عمّرني تنقرت معه دائما تأتي في الوقت دائما تريفونه محطوط دائما كذا يكمل لك الحضارة اللي قلت لي يا ربسه و النوض نضربه في قد فراسي و مش نقلب له تليفونه على الأقل ستكون فيه شيئا على الأقل ستكون في هذا التليفون شيئا اللي ستأكد لي كانت أخطر حاجة وأخبت حاجة درته في حياتي اللي دمرت بها حياتي كاملة أنني قلبت للراجلي تليفونه كانت أول غلط اللي غلطت في حياتي جاه واحد فين ماك يجي من الخدمة ضروري ما يدخل يدوش استغلت هذا الوقت اللي دخل فيه والدوش و ازيت لي تليفون ديارو و قلبت على قلبت في القالغي قلبت في الواتساب قلبت تليفونه القالغي ديالو تصوير فين كينا بلاست تصاور كينا نغيت تصوري أنا وياه كينا فقط تصاوري أنا وياه و ديال المو و صافي هاتش اللي كينا ماكين شي تصاور أخرين دخلت الواتساب قلت وقي لارا ماسح الستوريك دخلت البلاس دياليزابيل كالقاليزابيل باقي من النهار دار داك الواتساب واليزابيل يعني السيد ما كيمسحش ليزابيل شفت نوامر اللي كعيط ليهم شفت لي كونفرساسيون شفت لي كونتاكت اللي مدخل مانوش بزاف عنده غيم مو أنا وشي ناس خدامين معه أغلبية دراري ماكينتي شي نمر ديالشي بنت ومن غير واحد النمراء لقيت فيها صال قلت وقي لها عادي شي نمر اي طلعها ويجابني واحد الراجل قلت صافي وقي لها ماشي بنت قطعت ما علينا بقيت كنقلب ما لقيت شي هذا تدل على ما نكذبش عليكم كتدل على الشوكوك سديت تريفون حطيته ما علينا بقيت كنراقبة بعد السيدادة بعض المرات طريت انني انتبعوتها للخدمة لو بدك خيتي زرعت فيه الشكة صحي زرعت فيه واحد الشكرة ما يمكنش طريت انني انتبعوتها للخدمة تبعتوا للخدمة بقيت حاضية من اللي دخل الخدمة مخرج تخرج العشية تخرج تنقلك النار كاملا رأى على العيالات بعد المرات رأى حناية قدروا نديروش يحويش اللي مكيت حويش اللي يقوم علي بالكم رأى من اللي يمشى مع التسعود ديال الصباح ومشيت انا للخدمة صيبت الفطور صيبت الغداخل اللي يتم بش ميشيش العشية يقولي يا حقارة ما معادي لحضاش بحلاكك مشيت انا للخدمة وبقيت قلسة ما تربص لك هذا تخبه من هنا تخبه من هنا او خرج او ما خرج تخرج العشية ودبقى انا المكان الخلخرة عيت ما نطورهم سيتي هادي دبقى هو يخرج هايز الطاقموبيل ويليه ونشد واحد البتي تاكسي بالزربة عيطي قلت لك لما طير 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 وصني الداري قلت لك البلاس الداري ها فين كينا دبقى عنده طاقموبيل وطاكسي عنده وقد قلت لك أرى الزربة وصني لديه تقريبا عشرات دقائق لكي وصل مثالين قلت لك اعتقد انا مزوجة فكرة خليت الكوكوتشا لا رغض وصيدك مرتاكسي مستخدمة ويضر من هنا قلت لك احسب علي ما بريد أن يصل بصني انا طلعت لدارحي جلبتي كنسمعه تحلب درطراسي فهمتي حاولت تبطراسي مرحبا رجلي قال ندخل ندخل ونقلب او ثاني يدخل معي الشق قالت اعود مرة اخرى ومشي عنده الخدمة وذلك هل سأمشي قبل ما يخرج مشيت الخدمة وكان خارج من الخدمة ولم تكن تكون خارج في الخدمة ما تكون عندهم في الخدمة ما عرفتوش انا علاش خرج انا قاسة كان تربس ليه توقف عليها توقف عليها اش كتديري هنا اش كتديري هناك كتتسنى شي احد ضغط ضغط وتلفت قيت كان دخول وخرش في الهضراء اه انا اغي حلمت بيك اه تخلعت وقلت نجين شوش انتلى باس قال لي يا وديك الساعم اللي يجيتي يجي سوليلي انا بطعن بك مالك واقفة هنايا وماش كفية ما اضر معايا ما قال لي يتيش هاجة وجاتوا غريبة كيفاش انايا قال لي يا رما رما تخشلي اياتي يا رباس وعادة شاب كنتي يجيسل انايا وقد طلب جنيبها واش قالوا لك ايش هاجة جاية تأكدية او لا قال لي الا 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 اراج لله قال لي يا تسنيني هنا انا نطلع انا بطمشي نجين نوصلك وما بقاشت عاودي تدريش حاجة بحالك انا كنحضرك طريق كامل اونا ساكت وهو ساكت محضر معايا ما تتكلم وصلت للدار هبطت ارجع هوايا صفت لي ميساج قلت لي يا رجلي حبيبي اسمح لي وما ديراش مني قلت السواب انا رغيت كيت واحد شوية وحلمت بيك مدابس تمه وتخلعت وقلتني قال يديك ساعي طيلية علاش غاد جين لي انتي تمه صافي تمه عرف تبلي انايا ارتاكبت اكبر حماقة في حياتي بعلينا واحد مرة جامل الخدمة دخلت الدوش وهنا فين غتوقع الطامة الكوبرى لانه ده بولا رد معايا البال قال لي يا مرتين انا هندخن الدوش دخل ودرسوا صد الباب بالساقطة وحلها انا سمعت الساقطة قلت صافي رسد عليه مشيت كيف لهذا غاد نقلب ليه تليفونه حلبب شوية وجه حصنيك نقلب ليه في تليفون شي حاجه اللي معمرها صارت بيني وبين راجلي معمره هو قلب ليه تليفوني ومعمره شفني كنهضر ليه ولكن قلب ليه في تليفونه ابدا زائد الوقفة اللي وقف عليا والقاني في الخدمة قال لي المرة قولي ايش نعنك قلت لي الاول وانتا مخبيه ليه شي حاجه صافي انا عيت من حشم عيت من انتا مخبيه ليه شي حاجه ايديك ربيه سعاد ايديك ربيه ما مخبيه ليه وانا رفجت عندي عرفتك بليه تكوني قرأتي شي حاجه ولا قالوا لك شي حاجه من حقك غرتي ماشي مشكيه حضرتك متعوديهاش صافي سالينا لش تقلب ليه في تليفوني فين عمر انا ويكا سعاد وقع شي حاجه بحلاقة بيناتنا انا صافي جهلت ديك الساعة فقدت السيطرة متشبتة بدوك الافكار اللي قتلي ديك خيتي قلت لي قسم البله تنتم خبيه لي شي حاجه غير قولي انا مسامحك وبقيت متشبتة في الهدرة دياري يعني كنت جابع ما بقيت متشبتة وتقولي المرة رو الله هي مكين ايش حاجه وعيب وحرام عليك تحلل فيني علاشي حاجه بحلاقة قلت لي صافي بقيت هزع ليه وورا جلده شخصية فهمت انا كنشوفه كيفش كي تعمل مع الناس ولكين معي انا يا را عادي را نمرته قام شاد لي بخاطري جاب لي ماخر لمسكين ما جاب لي القاضو الوارت يقولي يا هديك ربي بغيتي تبشي معي الخدمة اجي اعيامي ساس قلت لي الاوال انت والله هي تكي ينشي حاجه وغم قطن عارفها يعني انا يا من من وهم من كذبة رضيتها حقيقة والمعضلة في حياتي الزوجية بقيت معاه المدة ديها الشهر ووتي ساس مايا ويقد مايا وما عقال هالدار هم غيرانوية غيرانوية وطنع يتلدك صاحبتي وقلت لها رصافير اقلبت لي تليفون وما لقيت والو ويتقول لي يا قلت لي يا عندك يكون دير شي تليفون وحد اخر اخرى كتشحن فيها مزيان كتشحن فيها صافي من وراها قلت لي قلت لي متأكد ما عندك شي تليفون اخر كانت ديها اخر جملة غادي نقول انا ورشل قلت لي يا صافي تلها ديها عيقتي بزاف عيقتي لي بزاف جميع هويز كثير لضرب بباك قلت لي لو ما غا مشيش انت اللي غا تمشي وليت انت عمل ما بقباح وهنا غا نشوف الصورة الحقيقية دي الرشل مشا جمع لي يا حواجي تصل ببا قال لي غا نعطيك نساعة يلا ما جيتش رغل نجيب لك بنتك صحة عندك بو ما فهم والو كعرفت السيد حقاني عندو غي نيشان نيشان جاتي يجري يا كلاباس اول ما اهضر اهضر معايا اهدبوا اهضر معايا انا قال لي يا انا مسخوطة عش دارتي عش دارتي عش دارتي عش دارتي عش دارتي ليت السيد ويقول ليه عمي حاجة واحدة اللي غا نطلب منك شد بنتك عندك وقال لي يا سعاد انتي طالق 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 تلسد المرات ابا تحاول يسد ليه في امه تقول لي يا امي الله يجزك باخير اللي يجزك باخير لما هز بنتك وصير وحقوقها كاملة ستوصلت لعندك عنوان داركم راني كان عارفو براتار ستوصل الدار انا بقيت كان بكي وكادا ويودي ذيك ربيك لها صافي لما خرجت ما غطرجعش كان اللي غادي تقول لك سببته فيه كان اللي غادي تقول لك اللويلة وعيق هادوك شوف اختي ذيك الهضراء ديالكم ذيك الهضراء الملاوطة ديالكم ما عندي من دير بيها هادوك شوف اختي ذيك الهضراء الملاوطة ديالكم هي اللي خرجت لي على زواجي هي اللي خرجت لي على ضاري وخلتني نفقد راجلي هادوك الهضراء الملاوطة ديالكم منحقوا انه يدير هكك لان انا انا اذاك الشهر كامل منعطي عليه الفراش منعطي عليه الهضراء منعطي عليه كل شيء بسبب انا نشكيت وواحد الوهم رضيته الحقيقة انه انا جيغة تقول لي يالله وما سعاد وزرد وما كانش وكان خصوه يدخل الناس ما كانش حاجه تقول لي انا انا روي انتا انا روي انتا ديال بالصح وما تعرفها ولكن تي كتسمعني يا رجلي وانا عارفه وما كيتسنتش ولادش ديال المواقعي ما عندو فيسبوك ما عندو يوتيوب ما تيتفرش شوف هادشي انا بغيت غين نفرغ ده بعامين هادي باش تفرقش مع العجلي ومسا تجوجه هوايا جاتني خباره غايت تجوجه وفاش جاتني خباره تجوجه تمكفي نفقد السيطرة تماما وجان ننهيارها عصابي ودوني السبيطار لدرج انهم تقولي البراوات باش نتقالما وانا اليومنا هادا مكملة غير بالدوايات مكملة غير بالدوايات العيالات الا عايشة شي حاجه زوينة في حياتك في دارك ما تقولي على الهد خلا بينكو بين الراجل را ديرين بين الحساد وانا غابية وحالة في مبودين عاد قاتلي يديك الهدران قاعدة كان نخرب قوى راجلي تليفونو ما فيه والو والو انا هي كل شي ما كي يدر ماتا واحد فيا كي يدر معايا بوحدي كي اعلمني بالشادة والفادة عارف افوكاش كيتخلصش حالك يجيب وفيك يدير كنت قدانا ويا ونجيبانا ويا دقيقة صمت ترحوما على علاقتي بذلك السيد اللي انا عارفة انك داء امام الله غدا نتساءل على هذك شي اللي درت كان شكركم بزاف على الاستماع وكان شكر هذ القناة وقيصص مغربية واقعية جوج والراوم هذي اللي اعطانا هذ الفرصة هذي لاش نفرغوا على قلبنا كان شكركم بزاف على الاستماع شكرا لك بزاف اللي وصلت لنا هذا ميصاج خاص لك انتهي لك ثماني دابا ولانتي لك ثماني كنتي ناسات صباحي الاخير كنتي خدام بونكوغاش وشكرا